موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في المستهل وقعت الجزائر وصين على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية التلثاء بأن الوزير رمطان لعمامرة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانجي قد وقع على الخطة الخماسية الثانية وتعتبر هذه الخطة حسب المصدر نفسه الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائري والصين عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الاثنين إلى الجزائر قادما من مدينة شرم الشيخة المصرية بعد مشاركته في اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات للمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية الذي تستضفه مصر إلى غاية الثامن عشر نوفمبر الجاري وعلى هامش قمة المناخ التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي أمانويل ماكرون الذي هنأه على نجاح القمة العربية التي انعقدت بالجزار كما التقى الرئيس تبون نظيره البلغاري رومين رديف وأجرى معه محادثات مثمرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التقى أيضا على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني حيث أجرى محادثات تنائية كما جمع لقاء بين الرئيس تبون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع قادة دول إفريقية أعلن منذوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور عزم السلطات الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة منصور أوضح أن القرار الجديد الذي ينتظر أن يعرض للتصويت منتصف نوفمبر الجاري يؤكد أن الاحتلال المستمر للذفة الغربية يمثل عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن يتوجه ملايون الناخبين الأمريكيين الثلاثاء إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر انتخاب مجلس النواب بالكامل وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الاستحقاق يتضمن انتخاب ستة وثلاثين من حكام الولايات وهو اقتراع ستحدد نتائجه معالم العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيجيريا قتل أحد عشر شخصا في هجمات منفصلة بولاية زنفار شمال غربي البلاد كما اختطف ما لا يقل عن ثمانين شخصا من قبل مسلحين معظمهم نساء ومزارعون وذكرت السلطات المحلية ذاتها أنها لا تزال تقيم الوضع لفتة إلى أن مسلحين آخرين هاجموا في عملية مفاصلة قرية زوناي التابعة لمنطقة جوساو وخطفوا ما لا يقل عن عشرين شخصا يعملون في مزارعهم أصيب ستة من عناصر القبعات الزرق التابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي بجروح في انفجارين أصاب قافلتهم وأعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني ترينبلاي أن عناصر القبعات الزرق الذين ينتمون إلى الكتيبة الطغولية أصيبوا بجروح عندما تعرضت قافلتهم لعبوتين ناسفتين بدأيتين في قطاع دوانتزا بولاية دانجولبوري ما ألحق أضرارا بمركبتين مصفحتين في القافلة ختم هذا الموجز تابعوا أثواني فور نيوز على منصات تواصل اجتماعي كما تجدون أيضا موقع الجزارة الدولية في خدمتكم دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة